ينضم إلينا من القاهرة دكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية أهلا بك دكتور حامد على شاشة الغد غدا تصديف القاهرة جولة جديدة من المفاوضات بهدف التوصل إلى هدنا ووقف هذه الحرب ما هو فرص أو ما هي فرص نجاح هذه المفاوضات في ضوء ما سمعناه قبل قليل من تصريحات لنتنياهو وأيضا لي أف جلانت من يسمع حديثهما أو حديثيهما لا يستشعر أي نفس أو رغبة إسرائيلية في التوصل إلى هدنا أهلا بك يا سيزيارة وأهلا بالسادة مشاهدي قناة الغد طبعا يعني في المقام الأول نتنياهو هو من يتحكم ويتلاعب بالولايات المتحدة الأمريكية بل وبالعالم أجمع لأن نتنياهو وحكومة الحرب الإسرائيلية لديهم هدف واضح وهو بأي حال من الأحوال عدم وقف إطلاق النار في غزة حتى ورقة الضغط النسبية التي بدأت تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية على إسرائيل وهي التلويح بأن جانت سيكون بديلا لنتنياهو نرى أن نتنياهو في الحالتين سيكون خاسرا بمعنى أنه إذا استمرت الحرب على قطاع غزة لأطول فترة ممكنة هو موجود في السلطة أما إذا كان هناك ضغوط أمريكية واستبداله وبالتالي الخروج من المشهد وبالتالي هو في الحالتين أصبح في مأزق حقيقي نتنياهو ما بين هذه الجزئية وما بين الجزئية الأخرى التي بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تلعب بورقة جانتس لكي يكون بديلا نتنياهو في الحكومة على اعتبار أن نتنياهو أظهر يعني كل ما لا تريده الولايات المتحدة الأمريكية وبالأخص في الفترة الأخيرة بعد بداية هذا العام وبعد تعرض الإدارة الأمريكية لضغوط كثيرة جعلتها تفقد الكثير من شعبيتها سواء دوليا أو داخليا وبالتالي أصبحت الأمور الآن في ملعب نتنياهو بعد الرد من قبل المقاومة الفلسطينية لأن المقاومة الفلسطينية ليس لديها إلا هدف واحد وهو هدف أسمى تسعى إليه وهو أن يؤدي هذا الحراق الدبلوماسي الكبير إلى وقف شامل لإطلاق النار والعودة مرة أخرى سكان الشمال إلى أماكنهم وأيضا الأقصى ولكن يبدو كما قلنا من نفس الحديث الإسرائيلي سواء من نتنياهو أو من غيره ممن يتواجدون في الحكومة بأنه لا رغبة إسرائيلية ماذا لو فشلت هذه الجهود الدبلوماسية في التوصل إلى أي اتفاق هل سيكون هناك تصرف أو استراتيجية جديدة تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية مع نتنياهو وحكومة برأيك سؤال مهم جدا يا سيد زيارة لأنه بالفعل هذه التصرحات التي نشهدها اليوم من حكومة الحرب الإسرائيلية وعلى رأسهم نتنياهو دليل قاطع على أنه يريد إفشال كافة الجهود الدبلوماسية سواء الأمريكية أو المصرية القطرية أو حتى العربية بشكل عام لأن الدول العربية والقوى الأوروبية والإدارة الأمريكية الآن أصبحت تطالب أن يكون هناك صفقة تتم بمجابها هدنة طويلة تفضي إلى إدخال كافة أوجه المساعدات لقطاع غزة لأن قطاع غزة يأني نتيجة نقص كبير في الإمدادات من كافة الوجوه باعتبار أن إسرائيل تتحكم في معبر رفع من ناحية الجانب الفلسطيني وتتعنت بشكل واضح في إدخال المساعدات وهذه الجزئية تحديدا بدأت تستغل الإسرائيل هذا البعد الإنساني الكبير وهو إدخال المساعدات لكي تحقق أهدافها في سبيل تجويع الأشقاء في فلسطين من ناحية وفي سبيل السعي وبكل قوة من خلف السطار ومن خلف حقومة نيتينياهو المتطرفة سموتريتش وبنغفير الذين على فترات متباعدة يعلنون أن على الشعب الغزاوي أن يطرق أرضه وهي ما لا تتوافق مع الإرادة الصلبة والقوية للشعب الغزاوي المتمسك بأرضه المتمسك بشرفه المتمسك بقرامته وبالتالي أصبحنا ندور في حلقة مفرغة الجزئية الأخرى المهمة التي حضرتك طرحتها وهي جزئية تعامل المجتمع الدولي وعلى رأسه الإدارة الأمريكية فيما يخص حكومة نيتينياهو في ظن وتقديري أن التعويل على إسرائيل في الوصول لمفاوضات لوقف إطلاق النار هو يؤدي وبشكل كبير أننا أمام حكومة متطرفة لن تسعى حتى لتحقيق السلام بشكل شامل وأننا نبحث على مدار أكثر من 120 يوم عن وقف إطلاق نار فقط فما بالك بأن يكون هناك مصار تفاوضي حقيقي يؤدي إلى تنفيذ مبدأ حل الدولتين وبالتالي المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية لابد أن تتحرك فيه الاتجاه المعاكس الاتجاه المعاكس هنا هو أنه لابد أن يتم الاعتراف بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنحها العضوية الكاملة وهذا سيمثل ضغطا كبيرا على حكومة نيتينياهو الجزئية الأخرى أن تتحرك الإدارة الأمريكية ولكن بعد وقف إطلاق النار الذين نبحث عنه على مدار كل هذه الشهور السابقة عن كيفية فتح مصار تفاوضي ويكون موازيا وبشكل واضح بالإضافة إلى أن الإدارة الأمريكية عليها أن تمارس ضغوط حقيقية على حكومة نيتينياهو وتلوح بأنها ستوقف الدعم العسكري إن أرادت حل في المنطقة وإن أرادت خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط وعدم استهدف مصالحها عليها أن تتحرك في هذا الاتجاه وتعطي فرصة أخيرة لنتينياهو لكي يتوقف آلة الحرب العسكرية ويتجه مرة أخرى للمفاوضة نيتينياهو في حديثه اليوم قال بأن العلاقات مع باقي الدول بما فيها مصر ستكون جيدة إذا ما انتصرنا في غزة ما الذي يرمي إليه نيتينياهو من هكذا تصريح دكتور سؤال زكي جدا ومهم جدا إنها فتنة إسرائيلية بين الأخوة العرب بين المصريين والفلسطينيين سؤال يعني يرمي إلى إحداث الوقيعة العلاقات المصرية الآن مع المقاومة الفلسطينية قوية ومصر تبحث من خلال المقاومة باعتبارها عنصر أساسي لصناعة السلام في المنطقة إلى العمل على حالة المشهد المعقد والمرتبك التي ذهبت به إسرائيل إلى أبعض نقطة وتمادت في رد الفعل على يوم 7 أكتوبر واختزل المجتمع الدولي الضعيف يعني القضية الفلسطينية في هذا اليوم فقط ولكن بدلا من أن تتحول إلى أن يكون هناك دعم لعملية السلام أن تتحول حماس والمقاومة الفلسطينية كجزء رئيسي من العمل على إيجاد تسوية سياسية قوية في المشهد الفلسطيني نجد أن إسرائيل تريد إحداث فتنة بين المقاومة الفلسطينية والدولة المصرية والدولة المصرية مدركة لذلك لأن مصلحة مصر هي من مصلحة القضية الفلسطينية مصلحة مصر هي من ضرورة تنفيذ مبدأ حل الدولتين مصلحة مصر في عدم تخلي الأشقاء الفلسطين عن أراضيهم وليس من مصلحة أحد بعد كل ما أريقت هذه الدماء البريئة ومن النساء والأطفال أن يتركوا أرضهم لعدو مختل وغاصب ويرتكب كل أنواع الجرائم توجيه نتياه الجيش لبدء العمل في رفح ماذا يعني وكيف هو رد الفعل المصري على مثل هذه الخطوة التي حذرت مرارا واستكرارا من الإقدام عليها يعني التصريحات المصرية كانت واضحة أن مصر بأي حال من الأحوال متمسكة بمبدأ السلام في هذه المنطقة والعمل على ألا تتحرق إسرائيل في هذا المحور الهام والمحوري لأن تحرق إسرائيل في محور فلاديلفيا سيمثل تهديد خطير للأمن القومي المصري وأيضا سيضيق الخناق على الأشقاء في فلسطين باعتبار وفي قطاع غزة تحديدا وباعتبار أيضا أن ما تتزرع به إسرائيل تم اكتشاف أن جميع الأسلحة التي حصلت عليها حماس هي أسلحة من الجيش الإسرائيلي وبالتالي الجيش الإسرائيلي هو الخاين من وجهة النظر الإسرائيلية وبالتالي أيضا أرى أن الدولة المصرية لديها سوابت واضحة في هذه الجزئية أن هناك اتفاقية فك الارتباط التي تم توقعها بين الجانبين والتي تقول أن هناك 750 شرطي على الأراضي في هذا المحور وبأن الدولة المصرية لن تسمح بأي حال من الأحوال بسيطرة إسرائيل على هذا المحور وهناك الكثير والكثير التي من الممكن أن تقوم به الدولة المصرية وكان هناك رغبات مصرية سابقة بسحب السفير الإسرائيلي وبسحب السفير المصري من إسرائيل عفوا وخطوات أخرى سواء على المستوى الاقتصادي وصولا إلى كل الحلول إذا أقدمت إسرائيل على احتلال محور فلاديلفيا باعتبار أن الدولة المصرية قادرة على حماية حدودها وهذا ظهر في البيانات الواضحة يعني السياسة الهوجاء لن تقدم إسرائيل لن تقدم إسرائيل هل يمكن أن يتجرأ نتنياهو يقوم بمثل هذه الخطوة التي تمثل تحدي كبير لجمهورية مصر في ظن وتقديري أن إسرائيل ستخسر أكثر بكثير مما تكسب عندما تقوم باقتحام محور فلاديلفيا لأنها ستضحي بالسلام مع مصر إلى الأبد إسرائيل تتجه في اتجاه عكسي تتجه في اتخاذ إجراءات أحدية الجانب لم يهتكتف الدولة الإسرائيلية بما ارتكبت من جرائم إبادة جماعية وقتل ممنهج في قطاع غزة ولكنها تريد تضييق الخناق وتستغل سلاح المساعدات الإغاثية والإنسانية بشكل واضح لتجويع الشعب الفلسطيني بالإضافة إلى تنفيذ مبدأها الواضح والممنهج والذي ظهر من تصرحات الكثير من المسؤولين الإسرائيليين وهو التهجير وهو ما لن تسمح به الدولة المصرية وبالتالي إسرائيل ستفكر ماليا في اتخاذ مثل هذه الإجراءات ولن تقدم على مثل هذه الخطوة إلا باتفاق مع الجانب المصري أما إذا اتخذك هذه الخطوة من جانب واحد وهي خطوة إحادية الجانب فعليها أن تدرك أن الدولة المصرية ستدافع عن حدودها وعن الاتفاقيات وبأن اتفاقات كامبي ديفيد بين الطرفين ستكون على المحك شكرا جزيلا لك دكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية كنت معنا من القاهرة شكرا لك شكرا لك شكرا لك